اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بان كل امر يهم المواطن ويحقق له تطلعاته فنحن له مؤيدون ومساندون ولكل جهد يدعم ذلك داعمون فالجميع اليوم يتلاقون حول هدف واحد وهو خدمة المواطن واعلاء شأن الوطن وتعزيز ريادته لافتا سموه الى ان المواطنين يشكلون المحور الرئيسي لكافة برامج الحكومة فنحن نرى ان تحقيق تطلعات ابنائنا في التعليم والاسكان والصحة والتوظيف واجب علينا ومن صميم مسؤولياتنا الوطنية جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم لعدد من اصحاب السعادة اعضاء مجلس النواب يتقدمهم سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الاول رئيس مجلس النواب حيث تبادل سموه معهم الحديث حول عدد من قضايا الشأن الوطني وخلال اللقاء اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ان الحكومة ومجلس النواب يتشاركان في الاهداف والغايات الوطنية فكل منهما ينشد تعاضم المنجزات والمكتسبات والافضل للمواطن وشدد سموه على حرص الحكومة على تعزيز عرى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واشاعة روح التفاهم والتناغم في عملهما وبخاصة في القضايا التي تهم المواطنين واكد سموه ان التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يشكل ركيزة اساسية وهامة في سبيل الاسراع بوتيرة مسيرة التنمية التي تشهدها البحرين في مختلف المجالات ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالاسهام الفاعل لمجلس النواب في مسيرة العمل الوطني المباركة واكد سموه ان ابواب الحكومة مفتوحة لكل تعاون بين السلطتين يحقق المصالح الوطنية من جانبهم اعرب اعضاء مجلس النواب عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حرص سموه الدائم في دعم كل ما يثري التعاون الحكومي البرلماني وقالوا ما عرضنا موضوعا يهم المواطن على سموه الا وجدنا حماسه حفظه الله اشد منا لسرعة تنفيذه فسموه قدوة في العمل الوطني يحتذا بها محليا وخليجيا وعربيا واكدوا ان توجيهات سموه المستمرة للوزراء والمسؤولين بالتعاون مع السلطة التشريعية تؤكد مدى ايمان سموه باهمية هذا التعاون والشراكة القائمة بين السلطتين في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها البحرين في شتى القطاعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر